الرئيس السيسي يصل مقر اقاد منتدى شباب العالم بمدينة شرنشي تشكيل فريق اني على اعلى مستوى لتقصي اثر مرتكب حادث المينيا الارهابية حركة طالبان تشارك للمرة الاولى في مشاورات موسكو حول افغانستان الجمعة المقبلة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابع بتوقيت جريناتش جولة اخبارية مفصلة دوما من اكسترا نيوز اسعدتم اوقاتا وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي الى مقر اقاد منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ والذي يعقد تحت رعايته وبمشاركة اكثر من خمسة الاف شاب وفتاة من نحو مائة وستين دولة اضافة الى مبعوثين للامين العام للامم المتحدة والاتحاد الافريقي ومن المقرر ان تناقش جلسات المنتدى الذي يعقد في دورته الثانية محاور السلام والتطوير والابداع ودور القوة الناعمة في مواجهة التطرف والارهاب ودور قادة العالم في بناء واستدامة السلام اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية والمرتكز على حل الدولتين ويقامة دولة فلسطينية على حدود عام سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية جاء ذلك خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له بمدينة شرم الشيخ اوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ان الرئيس السيسي شدد على حرص مصر على دعم التحرك الفلسطيني الساعي لاستعادة حقوق ابناء الشعب الفلسطيني وتسوية القضية الفلسطينية وفق حلول عادلة وشاملة ذلك بالتنسيق الوثيقي مع الاشقاء العرب من جانبه اعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره وامتنانه للجهود المصرية الساعية لاجاد تسوية ودعم القضية الفلسطينية تفقد وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول محمد زكي عددا من نقاط الارتكاز الامنية للقوات المسلحة والشرطة للاطمئنان على كل اجراءات التأمين بجنوب سيناء على هامش منتدى شباب العالم اشهد وزير الدفاع بجاهزية جميع عناصر التأمين وتحليهم بالانضباط العالي والروح المعنوية المرتفعة والاسرار على ظهور المؤتمر بالمظهر المشرف من مدينة السلام كما شدد على اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر وتطبيق الاجراءات الامنية لاحكام السيطرة على كل المحاور لتأمين فعاليات هذا المؤتمر التقى وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي مع نائب رئيس الاتحاد الصيني للشباب في مدينة شرم الشيخ على هامش مشاركة الاخير في منتدى شباب العالم اكد صبحي الحرص على التعاون في المجال الشبابي مع الاتحاد الصيني للشباب والتفكير في تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات الشبابية المشتركة كما التقى وزير الشباب مع نظيره البحريني هشام الجودر بمدينة شرم الشيخ لبحث التعاون الثنائي استعرض اللقاء مخرجات المهرجان الشبابي العالمي الاولي لاهداف التنمية المستدامة الذي استضافته المنامة في اكتوبر الماضي اكد وزير الاعلام الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري حرصه على المشاركة في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ باعتباره منصة حوارية تسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات المختلفة واشر الجبري الذي يشارك في المنتدى ممثلا لامير الكويت الى عنق الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين مصر والكويت في شتى المجالات موضحا ان الكويت اولت اهتماما كبيرا وحرصا عميقا على تلبية دعوة الرئيس السيسي للمشاركة في فعاليات هذا المنتدى ركزت وسائل اعلام دولية في تغطية فعاليات منتدى شباب العالم على عدد من الموضوعات كان اولها حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة على التفاعل المباشر مع الشباب من خلال المؤتمرات والمنتديات التي تعقد بشكل منتظم كما استعرضت وسائل الاعلام الملفات والقضايا التي ستتناولها نسخة ثانية من المنتدى وفي مقدمتها السلام والامن المائي ودور القوة الناعمة في مواجهة التطرف الفكري والارهاب فيما اشادت بمدى الجاهزية والاستعدادات اللوجستية لانجاح هذا الحدث الذي يمثل دعاية كبيرة لمصر في سبيل استعادة مكانتها الثقافية والحضارية اكد مصدر امني تشكيل فريق بحث متخصص على اعلى مستوى باستخدام احدث الاساليب لتقصي اثر مرتكبي الحادث الارهابي الذي وقع بالقرب من دير الانبا صموئيل بمدينة المينية كان مصدر امني قال ان القوات الامنية انتقلت الى مكان الهجوم الذي استهدف حافلة كانت تقل مواطنين اقباط بالقرب من دير الانبا صموئيل لفحص ملابساته مشيرا الى انه تتم ملاحقة منفذ هذا الهجوم وقد قررت وزيرة التضامن الاجتماعي غادا والي صرف تعويضات لأسر شهداء حادث المينيا الارهابي بقيمة مائة الف جنيه لأسر المتوفين ومعاملتهم معاملة الشهداء وصرف معاش استثنائي يقدر بألف وخمسمائة جنيه لأسرهم وكذلك المصابين بعجز كلي يقرره القمسيون الطبي وذلك بناء على توجيهات من رئيس الوزراء كما تقرر صرف خمسين الف جنيه للمصابين باصابات تستدعي العلاج اكثر من اثنتين وسبعين ساعة والفي جنيه لمن اصيب باصابة طفيفة اقيمت بكنيسة الامير تادرس الشطبي بمطرانية المينيا وابو قرقاص للاقباط الارثوذوكس صلوات الجنازة على ارواح ستة من شهداء حادث المينيا الارهابي ترأس صلاة الجنازة الانبا مكاريوس اسقف عام المينيا وشارك في الصلاة عدد من اساقفة الكنيسة ولفيف من الكهنة والرهبان وذوي الشهداء والمصابين وعدد من المسؤولين كما شارك محافظ المينيا اللواء قاسر حسين في صلاة الجنازة على احد الشهداء بالكنيسة الانجلية بالمحافظة حيث اعرب عن مؤساته لأسر الشهداء كما تمنى الشفاء العاجلة لمصابي هذا الحادث ادان مجلس الدولة بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف عددا من المواطنين الابرياء المتوجهين الى دير الانبا سموئيل بالمينيا واكد مجلس الدولة في بيانه دعمه الكامل لجهود الدولة الرامية لمكافحة الارهاب على جميع المستويات وبكل الطرق الممكنة ادانت دول عربية واجنبية عدى حادث المينيا الارهابي واكدت تضامنها مع مصر في مكافحة خطر الارهاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جرائم ادى ارتكبتها جماعة الاخوان الارهابية ضد اقباط مصر منذ عام 2013 العرض التالي يسلط الضوء على ابرزها في شأن اخر اعلن المتحدث العسكرية العقيد اركان حرب تامر الرفاعي في بيان نشرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر سقوط طائرة مقاتلة اثناء طلعة تدريبية باحدى مناطق التدريب نتيجة حدوث خلل بادوات التحكم بالطائرة وقد نجى قائد الطائرة من هذا الحادث امنياً تمكنت قوات الامن من ضبط عناصر لتشكيل عصابي تخصصة في سرقة المحال التجارية بمدينة طنطا في محافظة الغربية أمن الغربية في ضبط تشكيل عصابي تخصصة في ارتكاب وقائع سرقات المحلات التجارية بمدينة طنطا والقرى المجاورة اعترف عناصر التشكيل بارتكاب عدد من وقائع السرقات وبإرشادهم تم ضبط جزء من المسروقات التي تعرف عليها المجن عليهم وأشادوا بالجهود الامنية في ضبط الجناة كما تمكنت قوات الامن من ضبط احد عناصر تشكيل عصابي آخر تخصصة في انتحال صفة موظف احد شركات الاتصالات والاستلاء على مبالغ مالية من المواطنين الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تمكنت من ضبط احد عناصر تشكيل عصابي تخصصة في انتحال صفة موظف خدمة عملاء باحدى شركات الاتصالات والاستلاء على مبالغ مالية من عملاء الشركة عن طريق الاتصال بهم وإهامهم بفوزهم بسيارة لكن الامر يحتاج الى مبالغ مالية للإفراج الجمركية عنها يتحصل عليها منهم كما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع اجهزة البحث الجنائي بمدريات الامن في ضبط تجار المواد المخدرة وكذلك ضبطهم بمحيط المدارس والجامعات بكافة انحاء الجمهورية وصلت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مدريات الامن حملتها بمحيط المدارس والجامعات لضبط مروج وحائز المخدرات الذين يستهدفون التجمعات الطلابية لترويج بضاعاتهم غير المشروعة وذلك بهدف وقاية الشباب من خطر الادمان او الوقوع فريسة لهذه العناصر الاجرامية واصفر الجهود هذه الحملات خلال 48 ساعة عن ضبط 22 قاضية اتجار وحيازة مواد مخدرة ب26 متهما تم ضبطهم وبحوزتهم كميات من مخدرات الحشيش والهيروين والاستروكس والفودو واقراص مخدرة ولن تتوقف هذه الحملات لحماية الشباب مستقبل هذا الوطن في غضون ذلك واصلت الادارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها لضبط تجار وحائز المخدرات حيث نجحت في ضبط 75 طربات لمخدر الحشيش مع عاطل بمطروحة في كمين اعد له بمدخل مدينة الضبعة الجديدة اعترف بحيازتها بقصد الاتجار مشاركة مع اخر كما تمكنت الادارة من ضبط 80 طربات لمخدر الحشيش حاصل التفتيش مسكن عاطل بسيد براني بمطروحة اكدت التحريات اتجاره فيها اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار ضرورة اعداد شباب الدول الافارقة وتأهيلهم للمستقبل بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات السوق العالمية وخلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات القمة الاولى غير العالمية لمجموعة الدول المعنية بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا على مستوى رؤساء الدول الافريقية والمقامة بمالاوي قدم وزير التعليم العالي عرضا بعنوان الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا مشيرا الى ان مصر تستهدف التعاون مع جميع الدول في مجال البحث العلمي هذه المجموعة بتضم عشر دول الافريقية معنية بالاتمام بقضايا التعليم والعلوم والتكنولوجيا والانتقار النهاردة الموجة الرئيسية في العالم هو تحويل البحث العلمي الى التكنولوجيا الى منتج الى تطوير حقيقي في الانتصاد والتنماء الانتصادي النهاردة الحياة مصر بتقدم خبرتها لاشقاها الافريقية سواء حضرتك على مستوى التعليم العالي او على مستوى البحث العلمي والسيد الوزير قدم تجربة مصر في هذا الموضوع بالاضافة الى القرص الكبيرة الوعيدة في الاستثمار في البحث العلمي ايضا مصر على مستوى الاهتمام بالتعليم للاشقاء الافريقية سواء على مستوى المنح الدراسية التي تقدمها مصر على مستوى التعاون المصري الافريقي على مستوى البحث العلم ايضا السيد الوزير قدم مبادرة لاعداد معرض كبير لعرض ال الابتكارات في القرى الافريقية على مستوى الشباب المبتكرين والمختارعين وايضا الشركات المعنية بهذا الموضوع لوضع هذا الابتكارات والتكنولوجيا موضوع التنفيذ العمل انطلقت فعاليات مؤتمر المحتوى الابداعي الثقافي الذي يقيمه المركز الثقافي الكوري الجنوبي بالقاهرة من جهته قال سفير كوريا الجنوبية في مصر يو شيليون ان المؤتمر يهدف الى تعزيز المحتوى التكنولوجي في مصر من خلال الخبرات الكورية وكذلك خلق فرص تعاون بين البلدين اضافة الى بناء شبكات تعاون بين الجانبين وتقديم الثقافة الكورية الجنوبية للمصريين قال محافظ اصيوت اللواء جمال نور الدين ان هناك اقبالا كبيرا من جانب المواطنين على مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الامراض غير السارية مشيرا الى ان المحافظة تخطت خلال شهر اكتوبر اكثر من نصف العدد الاجمالي المستهدف من قبل هذه المبادرة المبادرة الرئاسية الرائعة اللي استجابت لها الجماهير عندنا هنا في اصيوت في مكافحة فيروس سي احنا في الايام الاخيرة الحمد لله لغاية مبارح تجاوزنا المليون وربع وفي اقبال متزايد الاقبال المتزايد كمان انا بوشيت بسيدات اصيوت حقيقة بيتوجهوا صباحا بجحافل الفيروس سي الناس طبعا لاعت ان العملية امنة تماما جهزة المستخدمة استخدم لمرة واحدة فقط بيشوف كمان انه بيكتشف ان عنده ضغط او سكر او سمنة وقد لا يظهر عليه هذا ولا تظهر اعراضه ودي امراض طبعا بتؤدي الى الاسباب المعتادة في الحالات الموجودة مرضية منتشر حاليا انطلقت مبادرة عقول عظيمة للتعليم الطبي المستمر بمحافظة الاسماعيلية بحضور نحو 150 طبيبا من اساتذة طبي وجراحات العيون بمحافظات الشرقية والاسماعيلية والسويس وبورسعيد والقليوبية تستهدف المبادرة تدريب 1800 طبيب بمجال طبي وجراحة العيون من خلال المحاضرات النظرية والدورات التدريبية على جراحات العيون المختلفة والتي تأتي ضمن فعاليات برنامج عنيك فانينا التي تقام بدعم من رئاسة الوزراء نفت وزارة الاثار ما اوردته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول الموافقة على اقامة حفل زفاف داخل معبد فيل بمحافظة اسوان واكد الامين العام للمجلس الاعلى للاثار مصطفى وزيري ان ما تم اقامته وحفل عشاء فقط نظمته احدى شركات السياحة وليس حفل زفاف كما اشيع واشار الى ان هذا الحفل تم وفقا لقواعد وبنود اللائحة الخاصة بحفلات العشاء التي اقرها مجلس وادارة المجلس الاعلى للاثار افادت مصادر ميدانية يمنية بان قوات الجيش الوطني تقدمت في المحور الجنوبي للمدينة واحكمت سيطرتها على جامعة الحديدة واستنهيار وفرار لمقاتل الميليشيات الحوثية نحو الاحياء الداخلية للمدينة اشارت المصادر الى ان المحور الشرقية للمدينة يشهد قتالا بمختلف الاسلحة واستتقدم للجيش الذي احكم سيطرته على معسكر الدفاع الجوي ويهاجم بقوة الميليشيات في معسكر الحرس الجمهوري شمال شرقي منطقة الكيلو 16 وقد نفى قائد اللواء الثالث عروبة باليمن العميد عبد الكريم السدعي ما تم تداوله حول تمكن زعيم الميليشيات الحوثية من الفرار من منطقة مران بمحافظة صعدة واكد السدعي ان زعيم الميليشيات لا يزال محاصرا في المنطقة مضحا في الوقت ذاته بانه لم يتبقى للميليشيات سوى خط امداد واحد بعد سيطرة الجيش على اكثر من ست خطوط استراتيجية كانت تتقدها الميليشيات خطوطا رئيسة مهمة لتعزيز عناصرها في هذه الجبهة احبط الجيش السوري محاولة تحرك حاولت تنفيذها مجموعة ارهابية للاعتداء على نقاط عسكرية في ريف حمى الشمالي وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية ان الجيش رصد محاولة تسلل لهذه المجموعة التابعة لما يسمى بكتائب العزة من الاطراف الجنوبية الشرقية باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في شمال مدينة حمى واشارت الى انه تم التعامل مع هذه المجموعة وإقاء قتل بين افرادها وافرار من تبقى منهم الى داخل بلدة اللطان وقد شن مسلح تنظيم داعش الارهابي هجوما على المواقع التي يتمركز بها مسلح قوات سوريا الديمقراطية شرقية دير الزور يأتي هذا فيما كثفت طائرات التحالف الدولي ضرباتها الجوية على مواقع لتنظيم داعش الارهابي عند الضفة الشرقية لنهر الفرات في القطاع الشرقي من ريف دير الزور وقالت مصادر سورية ان هذه الضربات تأتي في الوقت الذي تتواصل فيه التحضيرات لعملية عسكرية ضد داعش في المنطقة حيث ارسلت قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات الى نقاط التماس في سوريا ايضا وصلت قافلة مساعدات انسانية تابعة للامم المتحدة الى مخيم الركبان الواقع عند الحدود الاردنية وقد اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان الشرطة العسكرية الروسية قامت بتأمين طريق القافلة الانسانية التابعة للامم المتحدة من دمشق الى مخيم الركبان وكانت القافلة تتألف من مئة سيارة من شاحنات وسيارات اسعاف وسيارات مدرعة مرافقة فيما يصل حجم المساعدات الانسانية الى نحو 450 طن من المواد الغذائية والادوية والسلع الاساسية باتت العاصمة السورية دمشق تستقبل عددا من السائحين من جديد من مختلف بقاع العالم مع عودة الهدوء الى ارجائها وشكل فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والاردن نافذة للتجارة السورية للعبور الى دول الخليج والدول العربية الاخرى كما شجع العديد من وكالات السفر اللبنانية والاردنية على نشر اعلانات للرحلات البرية الى داخل سوريا مع عودة الهدوء الى شوارعها وساحاتها تستقبل العاصمة السورية دمشق بمبانيها التاريخية ومساحاتها القدرة السائحين مرة اخرى من مختلف بقاع العالم بعد اكثر من سبع سنوات من الحرب رؤية سياح من الاردن على مقاهي دمشق مشهد بدأت تعتاده العاصمة السورية حيث باتت السيارات الاردنية تظهر من جديد وبشكل واضح هذه الايام بعد فتح الحدود بين البلدين في الاونة الاخيرة والذي اثر اغلاقه بشكل كبير على اقتصاد سوريا والاردن لسنوات لكن الان العديد من اصحاب المتاجر في دمشق يرون مرة اخرى من جديد نتحول بحضراتكم الى هذه الصورة التي تأتينا على الهواء مباشرة من قلب القاعة الرئيسة التي تستقبل افتتاح منتدى شباب العالم الذي يحضره ويرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي للعام الثاني على التوالي الرئيس السيسي كان قد وصل الى قاعة هذه المنتدى قبل ان يتم الافتتاح الرسمي لفعاليات هذا المنتدى الذي يحضره كما نتابع في هذه اللقطات التي تظهر كما كان الحال في نسخة العام الماضي النسخة الاولى لمنتدى شباب العالم والذي جرى اطلاقه بدعوة من الشباب المصري المشارك في مؤتمر شباب الاسماعيلية والذي عقد في ابريل من عام 2017 بتوجيه الدعوة للشباب من مختلف انحاء العالم للحضور الى مصر تحديدا الى مدينة السلام في جنوب سيناء مدينة شرم الشيخ والتعرف على ثقافات بعضهم البعض والتعرف كذلك على الانماط الفكرية والثقافات التي تقدم خلال هذه الفعاليات جرى اطلاق النسخة الاولى منه في نوفمبر من عام 2017 على ان تعقد النسخة الثانية منه في نوفمبر من هذا العام وهو بالفعل ما يجري في هذه الاثناء المؤتمر الذي يمتد حتى السادس من هذا الشهر هذه اللقطات التي تأتينا اذن من مدينة شرم الشيخ حيث فعاليات منتدى شباب العالم في نسخة الثانية خمسة الاف شب وفتام نحو مائة وستين دولة حول العالم وكذلك عدد من الممثلين الرسميين للدول والحكومات الرئيس عبد الفتاح السيسي اذن وصل الى مقر القاعة الرئيسة التي تستقبل فعاليات هذا المتدى واستقبلوا بدوره كما كان الحال في العام الماضي الممثلين الرسميين للدول من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات وموفدي رؤساء هذه الدول الى مدينة شرم الشيخ تلبية للدعوة التي اطلقتها مصر واطلقها شبابها لشباب العالم لتكون هذه النافذة التي تأتي من شرم الشيخ منصة للتفاعل بين الشباب بمختلف ثقافاتهم كل الشباب الذي يأتي وتابعنا جانبا من هذه اللقطات الذين تفاعلوا مع الكاميرات التي كانت تجوب هذه القاعة محاولين ان يضعوا اعلام بلدانهم وصورهم كذلك بعضهم الى جوار بعض من شرق اسيا الى افريقيا الى اوروبا بشرقها وغربها الى امريكا اللاتينية كلهم ممثلون في هذا المنتدى العالمي الذي يعقد في نسخته الثانية ممثل كذلك للامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش يحضر خصيصا ايضا تلبية لهذه الدعوة تماما كما كان الحال العام الماضي عندما اوفد الامين العام للامم المتحدة مبعوثا خاصا ليحضر فعاليات هذا المنتدى وكذلك مندوب للاتحاد الافريقي ولرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي عدد ايضا من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والمسؤولين الرسميين في هذه الدول سيكونون من بين او على رأس الحاضرين في فعاليات هذا المنتدى هذا المنتدى الذي يعقد على هامشه عدة جلسات نقاشية وحوارية بعضها مرتبط بالشأن الداخلي المصري والبعض الاخر مرتبط بالافق الاوسع بيجاد تسوية لبعض القضايا ذات الصبغة الاقليمية او ذات الصبغة العالمية كازمات المناخ وازمات الاحتباس الحراري والاشكاليات المرتبطة بالشح المائي في عدد كبير من دول العالم سيما دول القارة الافريقية وبعض دول اسيا وكذلك كما استفنى بعض الازمات المرتبطة بالمناخ السلم والتعايش المشترك فضلا كذلك عما تابعناه على مدى النسخة الماضية من بعض جلسات المحكاة التي تمت لفعاليات دولية كجلسة المحكاة التي تمت لمجلس الامن بحضور شباب من مختلف دول العالم وكذلك جلسة مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي الرئيس السيسي كان قد وصل قبل نحو ساعة الربع الى القاعة الرئيسة التي ستستقبل فعاليات هذا المنتدى ومدينة شرم الشيخ كان الرئيس السيسي قد وصلها بالفعل بعد اختتام زيارته للعاصمة الالمانية برلين في اطار القمة الثنائية المصرية الالمانية المشتركة وكذلك المشاركة المصرية في فعاليات قمة الشراكة مع افريقيا مع مجموعة العشرين ممثلون دوليون كذلك في حضور فعاليات هذا المنتدى استقبلهم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وصل كما استفنى الى القاعة الرئيسة المستقبلة لفعاليات هذا المنتدى قبل دقائق على انطلاق هذا الاختتاح